السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شنو المقاتلات الآن مع الدرون نشوف شيد راح يطول وقت عشرين ثانية إذن البلاش يا شباب استطاع أن يدمر ثلاث مقاتلات رفال خلنشوف الدرون الآن الروسي شيد راح يطول ومكانياته قدام الدفاع البلاش كثافتي نران بالبلاش جدا جميلة الرود مطا مقبول جدا المدى مطا جميل لكن هريد فوق على التايب راح نشوف الآن خلونا نبدأ نقول بسم الله يا شباب شوف 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 أيضا الطيار راح يقاتلكم بالأونلاين راح يختلف الوضع ماته ونشوف امكانياته 13 ثانية يا شباب كانت كافية للبلاش أن يدمر الدرون الروسي وعشرين ثانية لمقاتلات سرعة جميلة كثافة نيران عالية أداء ممتاز للبلاش بتفجير الطائرات المقاتلة والدرون يا أصدقائي وموجود بالمتجر كمدفع رشاش ضد الطائرات يكون ممتاز جدا الآن خلننتقل للتايب 2030 وكأصدقائي بعد ما شفنا البلاش 2013 ثانية متفجير الطائرات والدرون الآن مع التايب 2030 هل راح يتفوق بالوقت أم لا إذا لم يتفوق فمنه سنقول إحنا نخلي التايب للبيع بالسوق الحرة نستفوق عنده بالأرتكوين أما إذا كان أقوى فممكن نستخدم كدفاع ثانوي بالأضافة إلى القربون أو السيرام يكون عندنا دفاع رشاش ثانوي مختص ضد الطائرات ت lingز الفريق في حز ضد استمع تلك الدفاعين إذن 19 ثانية كانت كافية للتايب 2030 تفجير طائرات الرافال الآن مع الدرون وهل يكون التايب 2030 أفضل أم لا 13 ثانية كانت كافية خلي نشوف الآن يا أصدقائي نكمل وقت اللي يكون مع الدرون الروسي بدأنا يا شباب ركز لينانا أوهو عشرة ثواني فقط عشرة ثواني فقط كانت كافية لي التايب لتفجير الدرون يا أصدقائي إذن التايب الكثافة النيرانية عندما يكون على هدف واحد قاصفة أو درون وليس مجموعة مثل طائرات المقاتل أو الدفاعية رح يكون كثافة نيران مزعجة ومرعبة الطائرات المقاتلة متقاربة أما مع الدرون والقاصفة رح يكون نفس الأداء أفضل من البالاشة يا شباب رح يقعدكم هذا التايب 2030 متاح مجانا وتقولون تحصلون إن شاء الله من مهام الرويل باس وتوقع الكل رح يحصل يعني المهام أصبحت سهلة جداً مع الـ 80 نقطة أراكم والتعليقاتكم هل رح تخلون التايب 2030 متاخذوه؟ أم لا تقولون كافي البالاش علينا هذا فارق ثانية وثلاثة مو شيء كبير ونستفاد بالـ Arctic Queen من التايب 2030 لا ترسوا اللايك والمشاركة في أمان الله